صباح الخير ومسائل الخير يا برج العرب التراغة المعارضة للعاطفة العاطفة في الطاقة العامة طيب انتو شايفو ازاي انتو شايفو لو بتتعمل مع مرج الاسد طبعا انتو شايفو شخص اعتقد يا برج العرب هو شخص بردو بردو في صفة العند وشخص متحكم اوي ممكن يكون كان بيخنوقك في العلاقة وكان ماسك عليك اوي وشخص بيحب يتحكم في القدام بالمعنى التاني يعني بيحب يتحكم اوي الشخص اللي معاني متحكم اوي شايفو متحكم اوي 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 وممكن كمان تكون شايفو ان هو مدكش المشاعر اللي انتو تستحقها يعني انت كنت بتديله مشاعر وهو كان بيديلك نص حاجة بديله مثلا تكلمه ومريدين تلات مرات في اليوم هو لما تيجي انت تنتظر المكالمة منه وما يكلماش او انت لو كنت بتبدأ داين شايفو ان هو شخص متحكم وشخص بيعقب بيقافل اوي 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 على نفسه مش قافل على نفسه يعني منعزل لا بيقافل اوي علي حكة ان هو ما يديش لحد مشاعر قافل على مشاعره اوي اوي متحكم فيك اوي 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 المهم ان هو شخص متحكم وعنيد وبيحكم رأيه وغيور ممكن يكون غيور كمان كم جغيرة عليك اوي 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 شاف ان هي يعني علاقة فيها تحكمات كتير اوي لان انت مجروح عالبك اوي منه اوي يعني وفي حصرة وندم بيه ولكن هو عمى يعني انا حاس ان هو مغيب او حاجة زي كده لانه يعني عارف انت لما تفل معاه تقول له يوشي من هنا قلة ومتجيش هنا تاني غير مغتعة في يقولك لا انا والله ما اسيبك انا محبك اه اه يقول برج العرب بيضحك على نفسه برضو ساعات ويقول ايه يقول لا انا همشي من علاقة هو هقولك بقى برج العرب هو عايز يعمل ايه هو راجع لو انتو بتتكلموا بع بعضو مفيش فراء ولا حاجة واعتقد هو مفيش فراء هو عما يكلمك دلوقتي او هيكلمك وممكن يكون دي تاني عارض يقدمه او ثلاث عارض كمان او بيزن عليك لأنه زنان قوي زنان وما بي بيأس على كده الشخص ما بيأس كل ما هتجي تقوله أنت جرحتني وقطعت في قلبي وتغيبتل معاك قوي يروح مدافع عن نفسه يدافع عن نفسه ويقولك لا والله ده أنا بحبك أهو استنى بس استنى بس انت رايح فيين خد بس ما قولك هنا ده أنا بحبك أنا غيور أو أنا متحكم أو أنا مش عايزك تكلمي حد غيري أو أنا مش عايزك تكلم حد غيري وبتاع ولكن أنا بحبك أو أنا بحبك عموماً يعني شان ما بتقوله لا دول بناتنزل يعني هو شخص باقي عليك قوي يا برج العرب قوي ومش ناوي لا مش ناوي يمشي خاص وشايفك أنت الحاجة الحلوة اللي معي أنت بقى ناوي على إيه أنت ناوي توازن ناوي توازن عموماً سواء لو كنت هترجع في العلاقة دي مرة تانية أنت ناوي توازن بين عقلك وقلبك لأن الظهر يا برج العرب أنت اديته كتير قوي قوي وديته أكتر ما هو الدك فلذلك انجرحت وحسيت بعدم تقدير في العلاقة دي بالزبط كده عشان كده أنت عايز تعمل توازن أنت بدل ما كنت تديله العشر كوبات مثلاً هتبدأ تديله مقابل كل كوباية هو يدالك أنا هتدي كوباية هتكلمتني المعرض وأكلمت اه انه هو street اه هكمت به هتم بيك غير هذا لا يا عم أنا تعلمت الدرس أنا انجرحت منها خلاص تقريبًا الوجع ده فوقك يا برج العرب وهتعمل توازن لو رجعت تاني بعد ما هو يدفع عن نفسي ف Application com فلو هترجع تعمل توازن في العلاقة دي و ناوي انت اللي تعمل توازن ده ناوي تقوله بقى انا اشوف بقى هتخني يا فورك لا طبعا يعني الخيانة متبقاش بصوت الخيانة ولكن هتناوي انت تعمل توازن تاني في العلاقة دي يا برج العرب و تقوله زي ما انا بديك انا كمان هاخد و مش هسبك المرة دي طيب هو شايف العلاقة ازاي هو بصراحة يعني العلاقة حلوة و ظهر ان هو خلاف عن حدات فعلا يعني بسيطة مش حدا صعب يعني اللي لو كانت فعلا انت اكتشفت طرف ثالث في العلاقة ولكن لو اكتشفت طرف ثالث فاعرف ان الطرف الثالث ده طرف وهمي بيبسالة دي انا حاسة ان هو شخص زي ما قلتلك شخص متحكم وشايف نفسه شوي ممكن يكون بيشتغل حاجة في مثلا مشهورة على السوشيال ميديا او مشهور نوعا ما و شايف نفسه و بيحب يتكلم ناس كتير قوي بس في الاخر انت 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 اللي في باله على فكرة يعني سواء بيكلم انت لو اكتشفت انه بيكلم بنات غيرك ولا حاجة بس انت برضو انت رقم واحد عنه طيب هو شايف العلاقة ازاي و شايفها علاقة جميلة قوي و علاقة فيها ذكريات كتير اظهر ان انتو فعلا بقلكوا كتير فترة مع بعض وفيها ذكريات حلوة قوي و كل ما بيبعد ما يقدرش يبعد ما يقدرش يبعد عنك لو برج اسد فهو مش هيقدر يبعد عنك برج الاسد عموما لما بيحبه ما بيسبش فهو شايف ان هو ما يقدرش يبعد عنك انت الشخص المناسب ليه الشخص اللي بيحسسه بان هو طفل طفل بيتعامل بطبيعته معك بيحس بالحنان في العلاقة دي انت كنت حنون عليه قوي يا برج العقل و اديته و مشاعر جميلة قوي 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 حسسته الاحساس ده خلت العلاقة بالنسباله زي الجنة مليانة كوبات فيها وردة مش كوبات فاضية دي فيها ورود وفيها مشاعر العلاقة دي مليانة مشاعر عشان كده هو حسس بان انت 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 السلمي بتاعه انت الطرف الحلو اللي فيه عارف لما يقولك انت انت اجمل حاجة في حياتي انت اجمل حاجة في حياتي حتى لو هو مشهور او بيشتغل كتير او مشغول عنك فلا انت رقم واحد يا برج العقل ما تخافش ما تخافش يعني انت كمان شايفه ان هو بداية حلوة وانه وان دي وانه علاقة مليانة حب عالفاكر علاقة فعلا مليانة حب مليانة حب قوي بس ممكن يكون فيه خليفات فيه فيه انت تقمصت منه يا برج العقل فات منه موقف عمل حاجة عمل حاجة يعني وشي حد اكيد برج العرب ما بيقلبش كده ولكن انت شاف ان فيها حب كتير قوي العلاقة دي فيها حب كتير قوي فيها مشاعر جميلة قوي فانتو اللي اتنين مشاعركم متساوية ولكن حصل سوق كفاهم مش اكتر وتقريبا ترجع لبعض ان شاء الله بإذن الله او انت ناوي تعمل التواسط لو انت يا برج العرب مشيت وسبت العلاقة لو انت اللي مشيت او متكرر تمشي ركز معي بقى لو متكرر تمشي ومكرر ترفض عرض المصالحة وبتقوله لأ مش عايز ارجع تاني النصيحة بتقولك انتظر يا برج العرب خليك في العلاقة ما تنسيش لان الشخص ده بيحبك قوي وشايفك نصر تاني وشايف ان العلاقة مليانة حاجاتي يعني لو بازت هتبوز معها حيات كتير قوي لان هو بنى حياته عليك ممكن تكون كنت بتساعده بالنصيحة حتى يعني دي برضو شخص بيمسحه فممكن تكون انت كنت بتنسحه ممكن يكون كان في ازمة في حياته وانت عدته منها المهم ان هو شاعر معك بالمشاعر حلو قوي فنصيحة بتقولك ما تمشيش بس سمحت ما تمشيش يا برج العرب وانتظر وهو هيتصلح لو في حاجة مش عاجبك في العلاقة هتتصلح وما تخافش وخش بقلب جامل وبطل بقى تحكم نفسك بطلت بقى عنيت ومتمسك برأيك بدون اي داعي لانه اذا اشعرت الدنيا على امم برضو نصيحة حلوة هو بيحبك قوي على فكرة والنصيحة بتقولك لو سمحت مترفوتش العرض جالك بعرضه مصلحة وعلى فكرة برضو دكرت الخاطب واخد واخد قراره على فكرة عايز ياربع واسكنتوا بتتكلموا دلوقتي اهد عليه اهد عليه لانه هو عمال يدفع نفسه كتير اوه يزار بنكون شايد يقولك على فكرة والله العظيم اعملت حاجة والله لا والله لا برج العرب اقولكوا بقى يعني مشكلته ايه برج العرب بنات برج العرب بالتحديد متملكة ودي مش عيب مش عيبه متملكين ده مش عيبه اه لكن تخنق اللي معه لا لكن متملكين اوي ويحب الشخص اللي معي بقى بتاعهم بموما بس فممكن زي مولتلك انه اه 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 اوه او زي البرك يعني عموما انت شايفين انه هو اه مهتم بحاجات تانية ويسايد كنتم متحبوش كده ده برج العرب يحب الاهتمام اوي يعني فبنشوف المفاصلين ممكن غير طبعا الطاقة الاولانية خلص زفقة تانية ولو شفتها شابع بخلاص انما لو شفت ان النهاية مختلفة شابشة فالشعر ده بيجيبين اه بيبقى مش بتاعبه لان الطاقة دي ممكن تبقى ناس يعني معكوش عن بعض حاجة خالص 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 مفاصليني برج العرب مشاعر اي حاليا ويناوي الخطوة اللي ياخدها او عايز اي من ده هو حاليا مش هقول مستقل ولكن هو شايف نفسه الايام دي وبدأ يبص لنفسه وبدأ انه هو يشتغل على نفسه شوية اه خرج خرج بره السجن افكار فكلمة بيتعامل مع حد برج الجوزي اي برج العرب ممكن اخد ورقة تانية اه بص يا برج العرب اهو حاليا اه خرج بره الهواجز اللي هو كان عامليني من نفسه العلاقة بازت طبعا فهو بدأ دلوقتي حالا يتحرر من الهواجز اللي كان فيها وبدأ يخرج بره الافكار السودوية اللي كان عايش فيها سواء اللي هي قلم الفراء ولحظة الفراء نفسها سواء يعني يشدته مع بعض اي حاجة وبدأ يشوف هيعمل ايه في حياته اه سواء كان هيتم بشغل او يرجع العلاقة مرة تانية لان ده شخص مستقر وفعلا هو بدأ فعلا فعلا بقى مستقر دلوقتي يعني هو حرفين بقى مستقر ومستقر في مشاعر على فترة مشاعره مستقر دلوقتي وبدأ خرج من الطلب ده طيب هو ناوي على ايه هو ناوي هو طبعا مجروح بصوا دي يعني مرحلتين من مراحل وجع القلب عموما فهو خرج طبعا من كده وهو في السابق كان بالمنظر ده قاله مجروح منك جامد اوي وطعبان اوي ممكن من غيرك مش منك ممكن تكون بعملتولش حاجة هو اللي مش فهو من غيرك طعبان وناويات جاعة تاني لعلاقة لانه اكتشف ان انت السول ميت بتاعه ممكن تكون تعمله مع حد برج الجوزاء يعني او ميزان برج هوائي هوتاني وهوائي برضو مشاعر في ايه بس تمام بدأ يكتشف ان انت السول ميت بتاعه انت يعني انت شخص الجميل اللي في حياته وانت الحب الحقيقة وهيرجع توازن العلاقة دي ان شاء الله بإذن الله تاني ناوي يرجع لتوازن العلاقة تاني ناوي ان هو ميش بأقول لكم ااااااا MARY استكره ده تاني هيرجع للعلاقة دي تاني وهيشتغل عليها وعايز يمشي بالعلاقة دي القدامي عايز يمشي بالعلاقة دي القدامي هو حالياً حالياً دلوقتي مستقر جداً فيما شاعر وبعد طبعاً ما كده يعني مش مش مستقر طبعاً يمنزل على قوي لما نعرف ان اللي بيدي عنه مستقرة لكن قبل ما كان مستقر كان ايه كان كده افراحوا بقى ممكن يكون ازانة يعني ازال الشخص ازال برج العرب فهو ما اتخافش هو كان كده وعايز يرجع ولو بتعاملوا محد برج الجوزاء زي ما قلتلكم او برج الميزان او برج طرابو فهو يرجع لانه اتشف ان انتو السلمات بتاعه وهيمشي بالعلاقة دي القدام ان شاء الله بإذن الله مش حاجة وحشة طيب العزات بقى اللي هو مفيش حد في حياتهم او بقى لهم فترة طويلة او مرتبطوش لان العزات دول بيبقوا مش منفصلين حتى لو كانوا مفصلوا يعني لهم فترة طويلة او مرتبطوش فجي نقسم الورق الاول عشان هزال برج دول حبيبي ازال برج العرب ممكن يكون شخص ده هيزال بشهر التمانية مش سبع يعني فجي نساعات ممكن يكون بغاية الرأي عمد يجي يطفني برجو الأرض بحبك فيغرق في حد داخل تنفحاتنا فترة طويلة مشاعره ايه وناوي علي الحمد لله اخر حاجة دي بتعجبني في الموضوع فترة طويلة قبل بس ما مبتدي في القراءة بس يا برج العرب الشخص اللي جاي في حياتك هو شخص من برج مائي زيك وممكن يكون برضو برج الأسد برضو او برج تراب الشخص اللي جاي في حياتك ده هو شخص ممكن يكون شخص قديم برضو او شخص من الماضي برضو ممكن مكنش كان في علاقة أصلا ما بينه ولكن هو يحمل مشاعر خيادة قوي 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 يعني وممكن يكون الشخص اللي من الماضي ده مشاعره كانت متزبزبة في الماضي يعني كان بيخش بحياتك ويخرج تاني بسرعة يعني يتكلم شعر ويغيب ثلاثة شهر ستة شهر لما كنتش عايفه وعايز منك ايه وبعد كده مشي تماما ومرجبش تاني فهو راجع تاني وممكن يكون شخص جديد بقى شخص يعني يعني شخص حبوب جدا وبيحمل مشاعر طيبة لك ويعتبر السلميت بتاعك او شبهك لان ممكن يكون شبهك مش السلميت بتاعك شبهك بسر مش اكتر ومشاعره ايه هو مشاعره مندفعة جدا عليك وعايزك وعايز يقفل عليك الشابتر زي ما بيقوله جدا عايز يقفل عليك الشابتر من حياته عايز يقفلها عليك وعايز استكرار معك انت لو هو شخص جديد خالص فهو مختارك انت مختارك انت وعايزك ممكن تكون كانت علاقة ثلاثية واتر صحيح واتر صحيح